اشتركوا في القناة تركيزنا كلها على ما يسمى بالانتخابات المبكرة واليوم نكمل الحديث فيما جرى فيما بعد الانتخابات ما يسمى بالانتخابات المبكرة كان يقولون أعزائي المشاهدين وهذا واقع الحال كل الناس تعرف وكانوا يعتباهم بهذا الموضوع أن العراق بلد شبابي 60 أو 65% من سكانهم من الشباب وكانوا يعتباهم بهذه القضية وإذا بهم بعد هذه الانتخابات يشككون في هؤلاء الشباب الذين كانوا يقولون أنهم عمادنا وهم قوتنا وبعد ثورة التشرين بدأوا التشكيك بهم وإذا بهم يتهمونهم بعدم الفهم وعدم الرؤية الصحيحة هؤلاء الشباب لكن واقع الحال يؤكد أن عندما يكون بلد في كل بلدان الدنيا الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل هم الذين يبنون الحاضر والمستقبل وهم الأساس في كل هذا الأجياء تسلم بعضها والشباب هم القوة القادرة على النهوذ بأي بلد هذا في كل العالم وهو العراق لا يختلف عن ذلك فالشباب لدينا من 60 إلى 65% من العراقين هم من الشباب وهذا بلد نهض هذه أحدى مقاومات النجاح والقوة لهذا البلد هذا الشباب رفض أن يشارك في هذه الانتخابات اتخذ قراره بأن لا يشارك في هذه الانتخابات مثلما اتخذ قراره بعدم أن يشاركه في انتخابات 2018 بواعي بقدرة على التفكير والرؤية السديدة هم عماد الحاضر والمستقبل إذن كل هذه القوة التي شاركت في العملية السياسية ليس لها قدم على الأرض في الحاضر وليس لها رؤية في المستقبل ليس معها الشباب دعنا من هؤلاء الذين يقدمونهم في البرلمان 329 واحد ويقولون هؤلاء يمثلون الشعب هذه كذبة كبيرة يتركنا منها لأنهم تمثل هذه الأعزاب والأعزاب هذه فاسدة وملوثة ومخربة للعراق وسارقة ومدمرة وخربت العراق بفكرها الطائفي وفكرها الملوث وخضوحها للخارج وامتهانها وهم أجراء ليس أولا فهكذا كانت العملية الشباب قرروا عدم المشاركة ومعهم طبعا آبائهم وأمهاتهم وكل أخوتهم وكل ناسهم لم يشاركوا إذا بالشعب العراقي أكثر من 85% من العراقيين لم يشاركوا في هذه الانتخابات بقرار حازم وجريء وعبر عن جوهر العراقيين ومعدنهم ورفضهم للسوء والفساد والخراب والدمار والقهر ومطالبتهم بوطن ثورة التشتريين طالبوا بوطن قتلوهم الشوارع واعتقدوا أنهم أنهوا الثورة الآن جاء وقتها الثورة أظهرت أنه خطواتها باقية وجذوتها باقية وهي باقية وتسير بالاتجاه كنا نقول أن هؤلاء لا يمكن أن تقضوا عليهم هؤلاء قدر عقلية ويسبقوكم بخطوات وثبتوا في الانتخابات أنهم يسبقون كل قوى العملية السياسية وكل القوى الخارجية وكل القوى الدولية والأقليمية التي تدعم هذه العملية السياسية وتدعم حكوماتها هؤلاء الشباب العراق يسبقونهم فكراً وتصميماً وإرادة ورؤية هذا واقع الحال نحييهم لأنهم أثبتوا أن العراق حي ما زال حياً ما زال ينبض ما زال قادر على العطاء كانوا يريدون العراق جثة في هذه الانتخابات جثة ميتة خلص ويسحبون العراق إلى الظلمة وانتهى الموضوع ولا أحد يتحدث لأن شعب العراق خرجوا وانتخبوا هؤلاء لا أحد يتحدث بعد ذلك أنت قبل هذه الانتخابات أول هذه السنة التي تحدث عنها تحدث أي أجنبي من أي مسؤول أجنبي عن العراق وعن الضيم الذي فيه والخراب والفساد وهو يعرف يقول لك أنت وعندكم ديمقراطية الممثلة بالشيعة والسنة وكراد وعرب ومعرف منه وتركمان ويزيدين يخلصها هي هذه الحكومات المطلوبة يضحك على نفسه ويضحك علينا يحاول أن يضحك علينا ولا يضحك علينا كل التقارير تقدمها له على أنه هذا فساد وخراب ودمار وانصية على الخارج وضياء لقوة العراق لا يقنع بها يقول لك أن الممثلين في الحكومة السنة والشيعة وهذه القضية هذه المحاصصة التي وضعوها هذه اللعبة اللعبة الخبيثة التي وضعوها يريدون أن يقول خلاص هذه يقتنعوا بها وقبلوا بها وكانوا يريدون لهذه الانتخابات أن يخرج الشعب لكي يقولوا الشعب اختارها وهذه الأعداد يصورونهم وضعوا كاميراتهم في كل مكان أرادوا أن يصوروا جمهورا ممكن أن يتباهوا به لم يستطيعوا مراكز مراكز الاغتراح هذه كلها خاوية ولا أحد يدخلها وبالتالي هذه هي النتيجة وإذا بهم بعد النتيجة يقولوا لنسبة 41 يتحدثنا عن ذلك 41% وإطلاق الصعادات والألعاب النارية في الهواء وقالوا هذا انتصار كبير وإذا بالوعود والخراب والدمار يأتي وإذا بالقوى الميليشياوية وغيرها تتحشد لتريد ما تريد والمفوضية العليا للانتخابات النقضات والأزهين ما عادت نزهة وما عادت مستقلة فإذا بها بعد أن أخرجت النتائج تعود مرة أخرى وقالت هي بنفسها بفم مليان قالت هذه النتائج ونعرضها عليكم وإذا بها بعد الضغوطات والهرج والمرج تؤجل الإعلان اليوم من آخر وبالتالي يخرجون بنتائج ويقولون هذه نتائج أولية وغير دقيقة وهناك بعد أن أعلن النتائج قالوا أن هناك مراكز لم تعد ورح نرجع للعدل يدوي إذا كنتم مؤمنين بالعدل يدوي وغير مؤمنين بالعدل الإلكتروني لماذا تستخدمون الإلكتروني لماذا تستخدمون الوسائل الحديثة استخدموا الوسائل القديمة هذه التي تزورون بها والتي تلعبون بها أرادوا أن يقسموا كل شيء مثل ما يريدون لكن لم يستطيعوا كل القوى باطلة كلها ميليشياوية وأولهم مقتد الصدر وجماعة الذين فازوا يعني حتى لا لا أحد يفسر الموضوع على أنه انتصار لمقتد الصدر لا يعني هؤلاء الذين يدعون يعني مقتد الصدر يدعوا إلى يعني السلاح يكون بيد الدولة ومبداحتهم وجماعة هم أول الناس الذين لديهم سلاح هم أول الميليشيات هم الذين قاتلوا كل الناس وهم الذين قاتلوا ثوار تشريد هذا واقع الحال هؤلاء هل يؤمنون بالدولة المدنية والدولة المؤسسات هذه كذبة كبيرة لم يكنوا مشاركين بالحكومات من عام 2005 لحد الآن يعني الآن أصبحوا مصطحين أين كانوا طوال هذه السنوات لم يقول مقتد الصدر ويقول أتباعا أنه قبة الميزان نحن الذين نصنع الحكومات نحن صانعي الملوك كذا يسمونهم نحن الذين نصنع الحكومات وبغيرنا لا تتم انتخابات ولا تصنع حكومات طيب تصنعون حكومات وتستفادون منعدها وعندما يخرج عليها الشعب تنتقدونها وتخفون ضد الشعب معها وهذه لعبة غريبة عجيبة واليوم يقولون نحن الآن وصلنا إلى ورح نخلي رئيس مزراء من التيار الصدري وانتهت والإصلاح أي الإصلاح أي إصلاح أي كذبة هذه أي لعب هذا الفساد مملوء كل المؤسسات العراق مرتهن للخارج الميليشيات في كل مكان السلاح منفلت الخراب منفلت الفكر الطائفي موجود أنتم بهذه الانتخابات السني انتخب السني والشيع انتخب الشيعي والكردي انتخب الكردي فما هو شكل الديمقراطية ما شكل الاختلاف الذي تتحدثون عنه هل سمعتم أن شيعيا من هذه الأحزاب التي تحشدونها من هذه القوى التي تحشد أنها انتخب واحد كردي لأنه كفو أو الكراد انتخبوا واحدا من الغربية لأنه كفو أو من الغربية انتخبوا واحدا شيعيا لأنه كفو لا لأن الكل بالمنطق الطائفي يتكلم ليس بالمنطق الوطنية ذلك قرار الشعب المقاطعة قرار صادق وصحيح ومنطقي ويعني يوقف له احتراما وتنكست له كل يعني مثل ما يقوله ان ترفع له القبعة في كل مكان هذا قرار تاريخي هذا القرار التاريخي لذلك هذه الانتخابات مثل ما قال برهام صالح نعم هي انتخابات تاريخية ليس لصالحهم لكن لصالح الشعب الشعب هو الذي قرر من فاز بهذه الانتخابات والشعب الذي قاطع هذه الانتخابات فبالتالي هذه نتيجة الانتخابات هذا القراب الذي يعمموه لن يصلوا الى شيء وبالتالي وصلوا الى المماحكات والاذى والسوء وسيصلون الى مساومات والى توافقات وستخرج حكومات هزيلة مثل ما كانت ولن يصلح حال العراق الا اهل العراق الذين سيجمعون موجاتهم سيجمعون قدراتهم وستكون قرارهم هذا بالرفض وعدم المشاركة هذا خطوة باتجاه لزاحة كل هذا وعودة العراق الى اهله لابد من اعادة العراق الى اهله واخراجهم من يدي واسنان هؤلاء الذين يحكمونه مهما كان شكلهم كل الذين شاركوا في هذه الانتخابات مع الاسف الشديد ليس في العراق ديمقراطية ليس فيه حرية ليس فيه حرية للرأي كذبة كبيرة والذي يعترض على ذلك ينظر ماذا حدث طوال هذه الايام اشكركم شكرا جزيلا التقيكم في حلقة اخرى الى ذلك الغين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة